يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثامنة والستون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك ملحق بانوراما الظهور لا زال الكلام في العنوان الثاني حوزة الحمير الحوزة هي الحوزة الطوسية البترية في النجفي وكربلاء التي أسسها الطوسي المشؤوم سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وأما الحمير فإنهم الحمير البشر القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين بحسب سورة الجمعة مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار فالحمير هنا هم الحمير البشر وأتباعهم الجحوش البشر وكما قلت لكم في واقعنا الشيعي ضاعت العروش والنقوش ما بين ما بين الحمير والجعوش هذا هو واقعنا الشيعي بنحو موجز ومختصر ما بين المراجع الطوسيين وأتباعهم الدخيين في حلقة يوم أمس حدثتكم عن مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وما يقوله الطوسيون إذن الجزء السابع هو هذا مرض الإمام السجاد صلوات الله عليه ولكن الحديث على قسمين القسم الأول مر في الحلقة الماضية ما تقوله حوزة الحمير الطوسية مرض الإمام السجاد بحسب منهج حوزة الحمير مر هذا علينا في القسم الأول في الحلقة الماضية في حلقتنا هذه القسم الثاني من هذا العنوان مرض إمامنا السجاد صلوات الله عليه بحسب منهج العترة الطاهرة لكنني قبل أن أتوغل في التفاصيل أردت أن ألفت أنظار أبناء وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد إلى مسألة مهمة أمتنا قالوا لنا بأن الذي يتعظ بغيره ومما يجري على غيره فهو السعيد السعيد من اتعظ بغيره أقول لأبناء وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن اتعظوا اتعظوا مما تشاهدونه من ضلال أصحاب العمائم إن كانوا شيوخا أو كانوا شبابا إن ماتوا ورحلوا عن هذه الدنيا أو لا زالوا غاطسين في ضلالهم الطوسي البتري اللعين فيا ابنائي ويا بناتي اتعظوا اتعظوا من حال هؤلاء الذين ماتوا والذين لا زالوا غاطسين في القذارة الطوسية النجسة نن يتحدث عن عقائدهم الضال وعن ثقافتهم المنحرفة تمام تمام الانحراف عن ثقافة العترة الطاهرة مر علينا في الحلقات المتقدمة حين عرضت فيديو لمرتضى القزوين وهو يصلي صلاة الجماعة ويقرأ سورة القدر وقد اخطأ في كل آياتها من بداية السورة الى نهايتها انه مفسر القرآن الذي يفسر القرآن للشيعة في الحرم الحسيني الفضائيات تتناقل تفسيره خصوصا خصوصا الفضائيات الشرازية هذا الرجل يعجز عن ان يقرأ سورة القدر في صلاته الواجبة كيف يفسر القرآن هذا ما هو تفسير هذا شيء آخر وقد قرأت مما جاء في الجزء الثالث من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة السابعة وتسعين بعد المائتين انه انحديث الثامن من الباب السادس والثمانين بعد المائة بسنده بسند الكليني عن حماد بن عيسى لن اعيد قراءة الحديث لكنني اذهب الى موط الشاهد الامام طلب من حماد بن عيسى ان يصلي بين يديه فصلى صلاة ليست سديدة صلى صلاة الامام صلوات الله وسلامه عليه قال له يا حماد يا حماد لا تحسن ان تصلي من الذي ذاك ما اقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تام القزويني كم عمره لقد بلغ السادسة والتسعين في وقتنا هذا الرجل بلغ السنة السادسة والتسعين وهو لا يحسن قراءة صلاته الامر ليس خاصا به سائر المراجع هكذا مراجع النجف وكربلاء حالهم حال مرتضاء القزوين ان لم يكن حال مرتضاء القزوين افضل منهم بكثير فعلا هو افضل بكثير من كثير منهم هذا الرجل بلغ السادسة والتسعين من عمره ويقال له اهية الله ويقدم للناس على انه يفسر القرآن ولكنه لا يحسن قراءة سورة القدر في صلاته والقضية لا تقف عند سورة القدر صلاته بالكامل ليست صحيحة وقد عردتها في برامج السابقة ومثل ما قلت لكم هذا الامر ليس خاصا بمرتضاء القزوين هذه ظاهرة عامة بين العمائم كل الذين يصلون وتنقل صلاتهم عبر الفضائيات لا يحسنون قراءة صلاتهم ولا يوجد احد ينصحهم لان الجميع لا يحسنون قراءة صلاتهم ايضا يقف امام الصلاة وهو لا يحسن القراءة وخلفه عشرات من المعممين من اصحاب العمائم الكبيرة من هؤلاء التيوس والعجول لا ينصحونه لماذا لانهم يرون قراءته صحيحة لانهم هم ايضا لا يحسنون قراءة صلاتهم والحال هو هو مع المراجع فالسيستانيهم اذلا حتما 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 شاهد مرة مرتين الصلاة التي تعقد في الحرم العلوي في الحرم الحسيني والذين يصلون هم وكلاؤه وهم لا يحسنون الصلاة لا يحسنون قراءة صلاتهم فلم يأتهم تنبيه لا من السيستاني ولا من ولده هذا يعني ان القوم لا يحسنون صلاتهم ايضا لا يحسنون قراءة صلاتهم حكاية طويلة عريضة وهذا الامر يجري في سائر مساجد الشيعة وفي سائر حسينياتهم يا حماد يا حماد لا تحسنوا ان تصلي ما اقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة او ستة وتسعون سنة كحال مرتضاء القزوين فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تام مسخرة هؤلاء يلومون هني يقولون من اننا اصبحنا مسخرة للسنة فمعممو السنة يضحكون على معممي الشيعة كثيرون منهم من معممي الشيعة يرتبطون بعلاقات وثيقة مع معممي السنة معممو السنة في الوقف السني العراقي في بغداد يتصلون باصدقائهم من معممي الوقف الوقف الشيعي في بغداد يسخرون منهم الحكايات تصلني يسبون ني ويقولون من انني جعلتهم مسخرة للسنة هو هذا الذي انتم تهتمون له لماذا لا تهتمون لامر امام زمانكم ما هو موقفكم بين يدي امام زمانكم ثم لست انا الذي جعلتكم مسخرة انتم مسخرة من الاساس لو لم تكونوا مسخرة وجعلتكم انا بالاكاذيب مسخرة لا اقمتم الدنيا علي ولم تقعدوها لكنكم تعلمون علم اليقيين من ان الذي اتحدث به هو الصدق وهو الحق وان ان لا اتكلم الا عبر الادلة والوثائق القطعية انتم مسخرة اساسا انتم مسخرة ومضحكة ان ني نقلت واقعكم فقط وان فانكم مسخرة بتمام معنى الكلمة من مرجعكم الاعلى الى اصغر عمامة حقيرة في النجف او كربل هذا هو الواقع الشيعي من دون مجاملات ومن دون رتوش هنا هنا حديث الحقيقة الواضح عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر لذا اقول لابناء وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن لا اوجه كلامي لكبار السن هؤلاء غسلت يدي منهم هؤلاء مسح ابليس على جباههم الروايات تخبرنا بان الذي يتجاوز الستين يمسح ابليس على جبهته اذا كان بعيدا عن دين العترة الطاهرة ويقول له اهلا 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 يا حبيبي اهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه ابدا بعد هذه المسحة كيف اخر السن لا شأن لنا بهم احدثكم انتم يا ابنائي وبناتي اتعظوا اتعظوا بهؤلاء وتعظوا من امر هؤلاء وتعظوا من جهالة وجهل هؤلاء وتعظوا من ضلالهم الوائلي مثلا هذا الذي تعتبره الشيعة مصدرها الاول في دينها الوائلي هذا حينما مات كان قد تجاوز الخامسة والسبعين من عمره لكنه مات على اية عقيدة وعلى اية ثقافة رجاء اعرضوا لنا الوثيقة العاشرة من حلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي شيخنا يخطرني انه كان هناك لديكم توجه نحو انشاء مركز او مجمع للتقريب بين المذاهب هل كنتم من الرواد في هذا المذاهب الفكرة هي ليست لي وانما هي للجمعية بالدافع وقد جسدتها في خطوة اولى في كلية الفقه لاننا في كلية الفقه كنا ندرش فقه ابي حنيفة وفقه الشافعي وفقه احمد ابن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر ابن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لاحد اساتذة الحوزة او احد اساتذة الكلية المرحوم الشيو حمد تقي الشيو الشعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي اصلت واعطت وابدعت في جمعنا لاراء المذاهب الاسلامية واخذ اراء المذاهب الاسلامية بدون حساشية بالاضافة الى اشتعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوشي وامثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب اخرى للمذاهب الاسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الامزج المختلف للمذاهب الاسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الاجواء ونكاد نقول ان هذه الاجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال ان عندنا توجه او ميل الى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك لن اعلق على هذا الضراط الحوزوي الطوسي النجفي الا بما قاله امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل يا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ الا عنا تكون منا يا كميل يا كميل لا تأخذ الا عنا تكون منا هذا هو المقياس فقيس هذا الضراط الحوزوية الطوسية البترية النجفية الوائلي قيس هذا الضراط بمنطق امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا كميل لا تأخذ الا عنا تكون منا ولذا فقد بقيت اثار ضلاله بين ايدينا اتحدث عن اثار ضلال واكاذيب الوائلي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي عن مرض امام السجاد ويشي الرأس وحاول ان ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال وخي زينب احبسيه لان لا تبقى الارض خالية من نشل الى محمد مات مات الرجل على هذا الضلال فتعظوا تعظوا تعظوا وابحثوا عن عقيدتكم السليمة هؤلاء ماتوا على عقائد الضلال على العقائد الطوسية الوسخة وهاهو الرجل يكذب ويكذب ويكذب على امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هذه اثاره تبث عبر الفضائيات السستانية والشرازية وسائر الفضائيات الشيعية الاخرى ما هي كلها على هذا المنهج الطوسي السستاني القذر علي الكوراني والذي توفي في هذه الايام هذا الرجل توفي توفي بعد ان تجاوز عمره الثمانين سنة في بدايات امره كان قطبيا على المنهج القطبي وقد الف الكتب في هذا المجال وهو ممن كتب وكتب كثيرا في اجواء حزب الدعوة الحزب الشيعي القطبي كتب كثيرا لا اريد ان اتحدث عن تأريخه انتقل بعد ذلك من المنهج القطبي القذر الى المنهج الطوسي النجس وهذا المنهج انجس من المنهج السابق الذي كان عليه بحسب امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن مراجع الشيعة من انهم اضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه المنهج الطوسي اقذروا من المنهج القطبي القذر المنهج الى المنهج في هذا الاتجاه وكثير من الذي تركه في كتبه ضلال في ضلال يتنافر مع منطقي العترة الطاهرة ومات الرجل وهو يتحدث في اواخر ايامه عن مرض امامنا السجاد سؤال ما كان طبيعة مرض الامام السجاد سلام الله عليه الله عز وجل مرض الامام السجاد حتى يسلم وتسلم ما تباد ذرية النبي صلى الله عليه وآله وطفلة محمد الباقر ما معروف ان هذا هو الامام من خاصة الخاصة يعرفون الامام السجاد سلام الله عليه اصيب بالاسهال والاسهال ياخذ مي البدن كان ضعيف فقط مرضه كان الاسهال والله هيأ له فارس من الملائكة بشكل اهل الشام هو يقف الى جنب خيمته وحمى الامام سلام الله عليه اشهال بطنك يا أبا ياسر على وجهك ولحيتك الامام السجاد لم يصب بالاسهال وانما هذا دين الطوسيين هذا دين القذارة هذا دين حوزة النجف فإسهال فإسهال بطنك على وجهك وعلى لحيتك يا أبا ياسر مات الرجل وهو يحمل عقائد الضلال هذا القضية لا تنحصر بهذا الموضوع القضية في المنهج المنهج الضال المنهج الطوسي القذر هو الذي يجعلهم يتمسكون بهذه النتائج الضال في هذا الموضوع وفي سائر الموضوعات الأخرى الضلال يهيمن على عقائدهم هذا الأمر انشروه بينوه للناس على الأقل فيما بينكم سيمدحونه ويسطرون له الكرامات هذا شيء نحن نعرفه وتعودنا عليه مثل ما يفعل نواصب سقيفة بني ساعدة مع صحابتي صحابة لا علاقة لهم بدين رسول الله قتلوا العترة الطاهرة وقتل بعضهم بعضا وماتوا على الكفر والارتداد ولكنهم مقدسون وتنسج لهم الكرامات في أجواء سقيفة بني ساعد وهكذا الحال مع مراجع النجف وكربلاء مع أصحاب العمائم هذا هو ضلالهم ضلالهم واضح وصريع وتنسج لهم الكرامات والفضائل والمناقب وهذا شيء اعتدنا عليه بحيث أننا لا نعترض عليه صار أمرا عاديا لكنني أقول لكم أنتم أبنائي وبناتي اتعظوا من هؤلاء هؤلاء عاشوا على الضلال وماتوا على الضلال أنا لا أحدد عواقب الناس أنا نفسي لا أعرف عاقبتي أنا أتحدث عن معطيات موجودة بين يدي أنا لا أعرف عاقبتي ولا أملك ضمانا لعاقبتي فأنا لا أتحدث عن عواقب الناس وهل يذهبون إلى الجنان أو يذهبون إلى النيران هذا أمر موكون لإمام زماننا وليس لي ولا لغيري أن يتكلم في هذا الموضوع إنما أتحدث عن معطيات على أرض الواقع إذا كنا نملك قدرا من العقل قدرا من الحكمة أن نتعظ بهؤلاء وأن نزداد تمسكا بمنهج العترة الطاهرة هؤلاء عاشوا على ضلال الطوسيين وماتوا على ضلالهم رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون مما جاء على لسانه على لسان الكوراني من أن إمامنا السجادة كان مصابا بالإسهال سؤال ما كان طبيعة مرض الإمام السجاد سلام الله عليه الله عز وجل مرض الإمام السجاد حتى يسلم وتسلم ما تباد ذرية النبي صلى الله عليه وآله وطفلة محمد الباخر ما معروف أن هذا هو الإمام إلا خاصة الخاصة يعرفون الإمام السجاد سلام الله عليه أصيب بالإسهال والإسهال يأخذ مي البدن كان ضعيف فقط مرضه كان الإسهال والله يألى فارس من الملائكة بشكل أهل الشام هو يقف إلى جنب خيمته وحمى الإمام سلام الله عليه إسهال بطنك يا أبا ياسر على إمامتك وعلى جبينك وعلى وجشك وعلى لحيتك لا يقولون لكم اذكروا محاسن موتاكم هذا حديث مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يتعلق بهذا الموضوع اذكروا محاسن موتاكم محاسنهم في علاقتهم بمحمد وآل محمد وفي مقابل ذلك علينا أن نبين للناس مطاعن هؤلاء من خلال مواقفهم العقائدية الضال وإلا فإن الحديث إذا ما فهمناه بأن نتستر على هؤلاء فإنه سيكون معارضا ومنافرا للكتاب الكريم لأن الله سبحانه وتعالى فضح عوائل الأنبياء وتحدث عن نساء نبينا صلى الله عليه وآله وعن الصحابة سورة البراءة إنها سورة فاضحة لصحابة إن كانوا على قيد الحياة أو ماتوا الصحابة في زماننا لا وجود لهم سورة براءة سورة التوبة هي السورة الفاضحة لهؤلاء الصحابة سورة الحجرات في آياتها الأولى تخبرنا عن سخافة أبي بكر وعمار وعن سوء أدبهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعن قلة عقليهما في صحيح البخاري هذه الآيات وهذه السورة في أبي بكر وعمار سورة التحريم سورة التحريم سورة فاضحة لعائشة وحفصة سورة التحريم ذمت عائشة وحفصة أشد الذم وفي صحيح البخاري الرواية عن عمر ابن عباس يسأله سورة التحريم في من نزلت قال له في عائشة وحفصة عن عمر والرواية في صحيح البخاري سورة يوسف عائلة النبي عقوب وعائلة النبي يوسف القرآن لم يفرق بين الأحياء والأموات بل قد يكون الأمر مع الأحياء أهوان لأن الحي ربما يغير منهجه أما الميت الذي مات على منهج الضلال فقد مات على منهج الضلال فإذا مات صار خيرا علينا علينا أن نتبرأ من كلام الوائل ومن كلام الكوران ومن كلام غيرهما وهما يبينان للشيعة عقائد الضلال ليس في هذا الموضوع فقط وإنما في سائر الموضوعات الشيعة يأخذون المعلومات عن الكوران من كتبه أو من برامجه التي يتحدث فيها عن إمامنا المهدي كثير منها ليس صحيحا كثير منها منافر لمنهج العترة الطاهرة لكن الشيعة مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة لذا أقول لأبناء وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد اتعظوا من هؤلاء السعيد من اتعظ بغيره اتعظوا من هؤلاء هؤلاء عاشوا وماتوا على الدين الطوسي كان بإمكانهم أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة كل الأسباب تتوفر لديهم ولكن التكبر والعنادة والطمع في الأموال والمناصب هو الذي حال فيما بينهم وبين أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة فتمسكوا بدين الضلال بدين الطوسي بدين مراجع النجف وكربلاء أنتم أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم واتعظوا من هؤلاء لا أقول أكثر من هذا فأعتقد أن الكفاية في هذا البيان نذهب إلى فاصل أعود إلى مقصدي حيث سأتحدث عن مرض إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن منهج حوزة الحمير سأحدثكم وفقا للمنطق السليم وفقا لمنهج العترة الطاهرة سأغطي الموضوع من جهات عديدة أبدأوا من هنا من كتب التأريخ هذا هو تأريخ الطبري جئت بمثالين من كتب التأريخ وهذان المثالان من أشهر كتب التأريخ هذا تأريخ الطبري إنه الطبري الناصبي من علماء النواصب قد يعده البعض من الشوافع وهناك من يقول من أن الطبري تفرد بمذهب خاص به له مذهبه الخاص حتى لو تفرد بمذهب خاص فإنه أقرب ما يكون إلى الشوافع ومن هنا فإن الثقافة التأريخية في حوزة النجف وكربلاء ثقافة طبرية لأنهم يجدون ميول الطبري تشابه ميولهم في كثير من الأحيان مثل ما يعدون الفخر الرازي شيعيا وهو ناصبي قدر لأنهم هم شوافع وهذا شافعيون لكنهم يجهلون أنهم شوافع لأنهم يقدسون ما أخذوه من الذين قبلهم مسخرة هؤلاء ومسخرة نحن لأننا تبعناهم على أي حال هذا هو الجزء الثالث من تأريخ الطبري تأريخ الأمم والملوك هذه طبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان في الصفحة الف واثنين وخمسي لأن ترقيم الصفحات ترقيم متصل في كل الأجزاء صفحة الف واثنين وخمسين قال أبو مخنف حدثني سليمان ابن أبي راشد عن حميد ابن مسلم عن حميد ابن مسلم قال انتهيت إلى علي ابن الحسين ابن علي الأصغر وهذه المعلومة ليست دقيقة من أن الإمام هو الأصغر وهو منبسط على فراش له وهو مريض وإذا شمروا ابن ذي الجوش في رجالة معه يقولون ألا نقتل هذا قال فقلت سبحان الله أن أقتل الصبيان إنما هذا صبي قال فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء حتى جاء عمر ابن سعد فقال فقال ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض إلى آخر ما جاء في كلامه فهذا كلام الطبر الذي نقله عن أبي مخنف عن حميد بن مسلم بغض النظر عما يقوله ويدعيه حميد بن مسلم من أنه كان يدافع عن الإمام السجاد غاية ما في الكلام فإن الطبر جاء في كتابه هذا الوصف من أن الإمام مريض وانتهى الكلام صفحة 1053 وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغات ثم أمر حميد ابن بكير الأحمر فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مريض فلم يأتي وصف من أنه أصيب بالإسهاد أصيب بالذرب هذا الكلام نفسه ذكره المفيد وأضاف عليه من أن الإمام السجاد قد أصيب بالذرب فإذا كان هذا الكلام من حميد بن مسلم فإن طبري لم يصدقه ولذلك حذف كلامه هذا كل ما جاء في تاريخ الطبري عن مرض إمامنا السجاد ومر علينا كيف أن الخطباء الحمير يقولون بأن المؤرخين بإجماعهم قالوا بأن الإمام السجاد قد أصيب بالذرب وقلت في الحلقة الماضية لا يوجد مؤرخ واحد ذكر هذا الكلام وهؤلاء الحمير من حمير الطوسيين يقولون بأن المؤرخين أجمعوا على هذا هذا الطبري ولاحظتم ذكر الموضوع في موردين صفحة ألف واثنين وخمسين ألف وثلاثة وخمسين تحدث عن أن الإمام السجاد كان مريضا ولم يشر إلى مرضه إلى نوع مرضه هذا تأريخ الطبري وهذا تأريخ الكامل لابن الأثير الطبري توفي سنة ثلاثمية وعشرا للهجرة وابن الأثير صاحب كتاب الكامل توفي سنة ستمية وثلاثين للهجرة هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة أربعمية وثلاثة وثلاثين ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زين العابدين فأراد شمر قتله فقال له حميد بن مسلم سبحان الله أتقتل الصبيان وكان مريضا الإمام السجاد كان مريضا وجاء عمر بن سعد فقال لا يدخلن بيت هذه النسوة أحد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض إذن الكلام الذي تحدث به أحمد سلمان من أن حميد بن مسلم قد كذب على شمر بأن الإمام كان غلاما صغيرا الإمام كان في السنة الثانية والعشرين من عمره وربما بعض المؤرخين يقولون من أنه أكبر من ذلك لكن المشور أنه كان في السنة الثانية والعشرين من عمره بحسب المعروف من أنه ولد في السنة الثانية والثلاثين للهجرة وواقعة عاشراء وقعت في اليوم العاشر من شهر محرم من السنة الحادية والستين للهجرة هم كانوا يرونه غلاما هذه معجزة هذه معجزة مرض الإمام مرض إعجازي فكانوا ينظرون إليه على أنه غلام لا كما يقول أحمد سلمان من أن حميدة ابن مسلم حميدة ابن مسلم قد كذب على الشمر في ذلك هذه القضية لا يكذب فيها هذا الكلام هراء فإذا كذب حميد ابن مسلم على الشمر فهل كذب على عمر ابن سعد فإن عمر هو الذي يقول ولا يعرضن لهذا الغلام المريض هذا الكامل هذا الكامل في التعريخ لابن الأثير مثالان ساعر كتب التعريخ الأخرى إنني لا أقول هذا الكلام جزافا وإنما من خلالي تحقيق طويل عبر السنين وليست في هذه الأيام ساعر كتب التعريخ الأخرى إما أنها لم تتحدث عن الموضوع أصلا لم تتحدث عن أن الإمام السجادة كان مريضا في كربلة لم تتطرق إلى هذا الموضوع أو أنها تحدثت مثل ما تحدث الطبر وابن الأثير وهذان الكتابان مثالان للحديث عن المؤرخين ومن هنا فعرفوا من أن الخطباء حمير حمير من أن الخطباء الطوسيين حمير حمير وجعوش ويقذبون عليكم كتب التعريخ موجودة بإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم لكنه الضلال الضلال ضلال المراجع وضلال الشيعة أما مقتل أبي مخنف وأبو مخنف هو لوط ابن يحيا المتوفى سنة مية وسبعة وخمسين للهجرة إنني أقرأ عليكم من موسوعة مقتل الإمام الحسين لمحمد بن عيسى البحراني هذا هو الجزء الأول مقتل أبي مخنف يبدأ من الصفحة التاسعة والستين بعد المائة لا يوجد فيه عن هذا الموضوع إلا ما جاء في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المائتين قال أبو مخنف حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم قال انتهيت إلى علي بن الحسين بن علي الأصغر وهو منبسط على فراش له وهو مريض الكلام هو هو الذي ذكره أطبري في تأريخه وإذا شمر ابن ذي الجوشان في رجالة معه يقولون ألا نقتل هذا قال فقلت سبحان الله أن أقتل الصبيان إنما هذا صبي قال فما زال ذلك دعبي أدفع عنه كل من جاء حتى جاء عمر بن سعد فقال ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم قال فوالله ما رد أحد شيئا قال فقال علي بن الحسين يخاطب حميد بن مسلم جزيت من رجل خيرا فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شرة لا نصدق حميد بن مسلم إنه أحد رجالي شمر بن ذي الجوشة وأحد قتلت الحسين لا أعبأ بكل هذه التفاصيل غاية الأمر لا يوجد ذكر لمرض لمرض الإسهال أو لمرض الذرب فهذا الطبري وهذا ابن الأثير وهكذا سائر حال المؤرخي الطبري من مخالفي العترة وابن الأثير كذلك من مخالفي العترة وسائر المؤرخين من مخالفي العترة إما أنهم لم يتحدثوا عن الموضوع أصلا أو حينما تحدثوا عن مرض الإمام السجاد وصفوا الإمامة بأنه كان مريضا وانتهى ولا يوجد شيء آخر في كل كتب التأريخ ما سمعتموه من الخطباء الطوسيين الحمير في الحلقة الماضية أو حتى في هذه الحلقة في بداية حديث لا يوجد له لا عين ولا أثار في كتب التأريخ وهذا هو مقتل أبي مخنف أما الكتاب الذي تحدث بعضهم عنه وهو كتاب صغير ل الفضيل بن الزبير الأسدي الكوفي فقد نشر في مجلة تراثنا وهي نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قموا المقدسة هذا هو العدد الثاني من السنة الأولى خريف ألف أربعمية وستة هجر قمري جاء في هذه المجلة جاء تحقيق لمخطوطة هذا الكتاب قام بهذا التحقيق السيد محمد رضاء الحسيني قم ألف أربعمية وخمسة للهجرة عنوان الكتاب هو هذا تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأخوته وأهل بيته وشيعته هذا الكتاب للفضيل بن الزبير إنه الأسدي الكوفي كان معاصرا لإمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهم فماذا ذكر في صفحة الخمسين بعد المئة من المجلة التي أشرت إليها وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ ارتث إنه أصيب بجراحات شديدة في المعركة هذا معنى وارتث وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء هذا الكلام لم ينقله الفضيل بن الزبير عن أئمتنا لا ندري من أين جاء به الرجل زيدي وهناك من يتهمه بأنه هو الذي افترى هذا الكلام باعتبار أن الزيديين هكذا يعتقدون من أن الإمام الحجة من قبل الله لا بد أن يكون قد شهر السيف قد قاتل وجاهد بالسيف وبما أنهم يعتقدون بإمامة الإمام السجاد لأن الإمامة تنتقل منه إلى زيت فلا بد أن يكون الإمام قد قاتل ولو بهذه الصورة حتى تنطبق عليه مواصفات الإمامة بحسب عقيدتهم بحسب العقيدة الزيدي وهذا الكلام محتمل ولكن بغض النظر عن هذا الاحتمال أكان صحيحاً أم لم يكن لا نملك دليلاً على ذلك العيب هنا العيب هنا فإنك في زمان الباقر والصادق لما لم تسأل الإمامة الباقرة لما لم تسأل الإمامة الصادقة عن هذا الموضوع في أحاديث العترة في ثقافة العترة لا يوجد شيء من هذا القبيل الإمام السجاد لم يشترك في القتال أبداً وكل الذين يريدون أن يسوقوا هذا الكلام إنهم يغردون خارج مسار ثقافة العترة الطاهرة ومع ذلك فإن الرجل في كتابه الصغير هذا الذي يشتمل على عدد محدود من الأوراق جاء في صفحة مية وسبعة وخمسين ولما وصلوا إلى سرادقات الحسين بن علي عليهما السلام أصابوا علي بن الحسين عليلاً مدنفاً عليلاً مدنفاً المدنف تقال للمريض الذي فتك به مرضه وله تقال للجريح الذي ارتث في المعرك هذا هو التعبير المعروف في لغة العرب في نفس هذا الكتاب الصغير هناك تضارب في كلامه لكنهم لا يذكرون هذا يذهبون إلى ما قاله في أول الكتاب ما قاله في أول الكتاب يتعارض مع الذي جاء في أحاديث العترة ما قاله في آخر الكتاب يأتي موافقاً لما جاء في أحاديث العترة فبأي القولين نأخذ لماذا تذهبون إلى القول الذي يخالف ما جاء عن العترة الطاهرة هذا هو الضلال الذي أحدثكم عنه فقدان البصيرة هو هذا عدم التسديد هو هذا عدم التفهيم هو هذا هذه نتائج المذهب الطوسي النجس هذا هو الذي أحدثكم عنه وأحذركم منه في صفحة 150 هكذا قال وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلاً وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء هل تصدقون أن الإمام السجاد شارك في القتال وجرح وهؤلاء يتركونه لا يقتلونه أي منطق هذا يخرج علينا أحمد سلمان كي يضحك على الشيعة عبر قناة كربلاء التي هي القناة السستانية الرسمية من أن الإمام السجاد جرح وآثار الدماء كانت على بدنه وثيابه ولكن حميد ابن مسلم هو الذي ضحك على شمر وكذب عليه فقال له من أن آثار الدماء هذه آثار غائط الإمام السجاد فإنه مصاب بالذرب لا أدري من أين جاء بهذا الكلام هذا الكلام نسجه من عند نفسه هكذا يكذبون عليكم حتى إذا ما نطقوا بكلمة صحيحة فإنهم ينجسونها بهذه القذارة وبهذه الأوساخ فهذا الكلام يخالف المنطق السليم كيف أنه اشترك في المعركة وقاتل وجرح والإمام السجاد ما هو بشخص مجهول إذا كان قد خرج إلى المعركة فإنه سيكون في قتاله ثقيلا عليهم وسيعرفونه فكيف يصدق الشمر بهذا الهراء الذي لا حقيقة له ولا وجود له في كتب التأريخ وإنما نسجه أحمد سلمان من جيبه الخاص هذا الكلام نحن لا نقبله لأنه يتعارض مع ما جاء في ثقافة العترة الطاهرة من أن الإمام السجاد كان مريضا ولم يشترك في القتال وما جاء في آخر كتاب الفضيل بن الزبير هو هذا الكلام الصحيح ولما وصلوا إلى سرادقات سرادقات يعني الخيام الفساطيط ولما وصلوا إلى سرادقات الحسين بن علي عليهم السلام أصابوا علي بن الحسين عليلا مدنفا كان شديد المراض بحيث أن مرضه كان واضحا واضحا ملموسا محسوسا سأحدثكم عن مرضه في طوايا كلامي فهذا هو الذي جاء في كتاب الفضيل بن الزبير ونحن لا نعبأ بكل كلامه لأنه لم ينقل الكلام عن أئمتنا صلوات الله عليهم نقبل ما قاله في آخر كتابه لأنه جاء موافقا لكلام أئمتنا لحديث أئمتنا وما نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل هذا كتاب الإرشاد للمفيد وهذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها طبعة الأولى 1428 هجر قمري قم المقدسة هذا الكتاب هو الذي نسب مرض الذرب إلى إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقول للمفيد هذا ذرب على جبينك يا أيها المفيد ذرب على أنفك وعلى فمك وعلى لحيتك يا أيها المفيد من أنت حتى نجعل من كلامك أساسا كي نصف إمامنا السجاد بأنه كان مصابا بالإسهال المفيد رجل من الشيعة وكان ضالا كتبه تكشف عن هذا اهتدى في آخر سنواته بتوفيق إمام زمانه إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة المفيد فعودوا إلى الحلقات 21 22 23 من برنامج ما بين واقعين ستكتشفون الحقيقة كاملة بالوثائق والحقائق كتب المفيد مشحونة بالضلال ومشحونة بالمنافرة مع دين العترة الطاهرة الرجل كان معتزليا هو ينتسب إلى عائلة شيعية لكنه تتلمذ منذ بداية حياته إلى أن شب وكبر تتلمذ عند المعتزلة والذي لقبه بالمفيد هو إمام المعتزلة في بغداد علي ابن عيسى الرماني هو الذي لقبه بالمفيد فحتى اسمه هذا لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا لقب جاءه من المعتزلة المفيد ينقل الكلام عن حميد بن مسلن إنه جندي جلواز من جلاوزة شمر بن ذي الجوشة من قتلة الحسين ينقل الكلام عنه مع أن الطبرية نقل الكلام نفسه لكنه لم يثبت أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب وصفه بأنه كان مريضا إلا هذا المفيد ثم أنتم يا أيها الطوسيون السفلة يا مراجع النجف وكربلاء يا سرسرية يا ساقطين يا هتلية أنتم والخطباء الأنجاس إذا ما وردت رواياته وأحاديث أهل البيت تبحثون في أسانيدها أولاد الحرام حينما يأتي الكلام عن قتلة الحسين لماذا لا تبحثون في أسانيده لماذا تأخذون به أولاد الحرام أحاديث أهل البيت زياراتهم أدعيتهم تفسيرهم لقرآنهم تبحثون في أسانيد تلك الروايات التي هي روايات أهل البيت وحينما تجدون أسانيدها ضعيفة بحسب علم قنادركم علم الرجال ترفضون تلك الروايات لماذا أخذتم برواية قاتل الحسين من دون أن تبحثوا في سندها لأنكم أبناء حرام لأنكم سرسرية وهتلية يا مراجع النجف وكربلاء ويا أيها الخطباء الحمير الأنجاس هذا هو واقعكم في الصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة المفيد نقل عن حميد ابن مسلم نقل عن الكلبي والمدائني وليس عن لوط ابن يحيى مثل ما قال أحمد سلمان لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة في الصفحة الثانية والتسعين بعد المائتين ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهما وغيرهما ربما يدخل لوط ابن يحيى في هذا ولكن لا دليل عندنا صحيح أن الكلبي وهو هشام ابن سائب الكلبي يروي عن لوط ابن يحيى ليس مهما هذا إنما أريد أن أقول لكم بأن الأسماء والكتب والمعلومات التي تسمعونها من هؤلاء الطوسيين ليست صحيحة أنتم تخدعون بهذا لا توجد دقة في المعلومات لهذا السبب أشرت إلى هذه المسألة وإلا فهي ليست مهمة في نظري في صفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة قال حميد بن مسلم فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض ومع الشمر جماعة من الرجال فقالوا له ألا نقتل هذا العليل فقلت سبحان الله أن يقتل الصبيان إنما هو صبي وإنه لما به لما به من مرض فلم أزل حتى رددتهم عنه وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين فقال لأصحابه لا يدخلوا أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة ولا تعرضوا تعرضوا لهذا الغلام المريض إلى أن يقول في الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة وأقام يعني عمر بن سعد بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى هذا الكلام الذي أثبته أثبته المفيد ولا يوجد في مصدر آخر كل الكتب التي ذكرت هذا الكلام نقلت عن المفيد لا يوجد في كتب المؤرخين شيء من هذا ولا يوجد في روايات وأحاديث أهل البيت شيء من هذا ولا يوجد هذا الكلام في كتاب قبل المفيد كل الكتب التي نقلت هذا الكلام هي من بعد المفيد نقلت عن المفيد فأصل المشكلة هنا ولذا أقول أقول للمفيد ذرب آثار ذربك على جبينك على جبينك يا أيها المفيد حينما قلت هذا الكلام وعلى أنفك وعلى فمك وعلى لحيتك من أنت يا أيها القذر أن تقذر صورة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لكم كان الرجل هذا المنطق منطق عقيدة ضلاله هذا كتابه تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد الشيعة كانت في زمانه الذين يقلدونه يقلدون المفيد كانوا يعملونه بكتابه هذا هذا كتاب عقائد الشيعة عقائد المفيد في هذا الكتاب تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد وهذه طبعة دار المحجة البيضاء إنها الطبعة الأولى 2016 ميلادي بيروت لبنان في الصفحة السابعة بعد المئة فصل من فصول عقيدته في العصمة ماذا يقول المفيد عن عصمة محمد وآل محمد يقول فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه فالإمام كان مريضاً قبل أن يستشهد سيد الشهداء فلذا لا يوجد إشكال أن الإمام يتغوط على نفسه لأن الكمال يكون للإمام بعد أن يصبح إماماً فعلياً والكلام عن رسول الله بعد أن يصبح نبياً فعلياً يعني الرجل لا يعتقد بأن أمير المؤمنين كان إماماً فعلياً هذا هو كتابه وأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه إلى أن يقول مستمراً في ضلاله وقذارة دينه أتحدث عن المفيد لا أتحدث عن غيره هذا دين القثر هذه عقيدة نجسة يقول في الصفحة الثامنة بعد المئة والوجه الرأي الوجيه هو هذا أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم ومتى أكمل الله تعالى عقولهم بعد أن صار النبي نبياً وبعد أن صار الإمام إماماً بنحو فعلي هذا يعني أن النبي قبل البعثة لم يكن عقله مكتملاً ولم يكن معصوماً ولم يكن علمه كاملاً هذا هو منطق أهل المفيد فحينما يتحدث عن أن الإمامة السجادة كان مصاباً بالذرب هو جزء من عقيدته من ضلاله من ضلال هذا الرجل وبالمناسبة كتاب الإرشاد فيه الكثير من الضلال والكثير مما هو متنافر مع عقيدة العترة الطاهرة الرجل اهتدى في السنوات الأخيرة من عمره بتوفيق من إمام زماننا فإمام زماننا تدقل في أمره تدقل في شأنه بعد أن وجد الضلالة قد هيمن على الواقع الشيعي وأرسل له هذه الرسالة والمفيد مشمول بهذه الرسالة وإن كان الإمام قد امتدعه في مقدمة الرسالة لكنه كان مشمولاً قبل أن يهتدي ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هذه وصلت سنة أربعمية وعشر للهجرة المفيد في أواخر مرجعيته وهو توفي في شهر رمضان في بداية شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذة منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الكلام كان شاملاً للمفيد قبل أن يكون مشمولاً بألطاف إمام زماننا الدليل كتبه كتبه مشحونة بالمصادق التي تتحدث عن مضمون الرسالة هذه الكثير من الضلال في كتبه وفي هذا الكتاب أيضاً في هذا الكتاب أيضاً هناك الكثير من الضلال تريدون مثالاً أعطيكم مثالاً والأمثلة كثيرة عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولداً ذكراً كان سماه رسول الله وهو حمل محسن فعلى قول هذه الطائفة هو لا يعتقد بهذا حينما رجع إلى الهدى عاد فاعتقد بهذا وأثبت هذا في كتابه الاختصاص مع ملاحظة أن مراجع النجف وكربلاء يقولون إن كتاب الاختصاص ليس للمفيد إذا حذفنا كتاب الاختصاص من كتب المفيد فإن كتب المفيد ضلال في ضلال الأعمل أغلب منها إذا كان للمفيد من كتاب فيه هدى هو كتاب الاختصاص لأنه كتبه في أواخر عمره أراد أن يصحح ما نشره من ضلال في كتبه وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولداً ذكراً كان سماه رسول الله وهو حمل محسناً فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثمانية وعشرون ولداً والله أعلم فعلى قول هذه الطائفة فهو لا يقول بذلك إذا لم يعتقد بوجود المحسن هذا يعني أنه لم يعتقد بوجود كل التفاصيل الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع وهذا جزء من ضلال المفيد وضلال كثير في هذا الكتاب ضلال كثير من هنا جاءت المشكلة ولذا يحاولون قدر الإمكان أن يبيضوا وجه المفيد ما هو وجهه أسود قذر حينما يقول عن إمامنا السجاد بأنه مصاب بالذرب بالإسهال الشديد إنه إسهال لا يتوقف مع أن كلمة الذرب قد تعطي معنى آخر لكن المفيد لا يقصد ذلك المتبادر من الذرب هو هذا وإلا ففي اللغة معاني أخرى للذرب من معاني الذرب إنه المرض الذي لا يشفى منه المريض إنه المرض العضال المرض المستديم يقال له ذرب بغض النظر عن الإسهال وغير الإسهال أي مرض يكون عضالا مستديما مستطيلا في حياة الإنسان المريض يقال له هذا مصاب بمرض الذرب فالذرب هو المرض الذي لا يشفى ولكن الإمام السجاد لم يكن مصابا بهذا النوع من المرض ولذا في اللغة حينما يقولون قد ذرب الجرح قد ذرب الجرح يعني اتسع وصار فاسدا ولا ينفع العلاج معه فهذا جرح ذرب إنه جرح متسع فاسد لا ينفع العلاج معه فالذرب هو المرض الذي لا يشفى لكن المقصود من كلامي المفيد هنا من أن الإمام أصيب بالذرب فإنه الإسهال الشديد المستمر ذرب في وجه المفيد وفي وجه مراجع النجف وكربلاء وفي وجوه الخطباء الحقراء الذين قالوا ما قالوا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عرفتم الحكاية من أين جاءت مهي الحمة جمن الرجليين الحكاية من هنا من هذا الكتاب الحكاية من هذه القذارة من قذارة المفيد نذهب إلى فاصل الذي جاء في رواياتنا روايتا الرواية الأولى جاءت في الكافي الشريف في الجزء الأول الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة باب الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه قال إن الحسين بن علي لما حضره الذي حضره لما حضره الذي حضره لما أراد أن يتوجه إلى كربلاء دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين هذه التي يقال عنها العليلة فاطمة بنت الحسين هي الأخرى أصيبت بمرض وهذا المرض لأجل أن يكون عذرا لبقائها في المدينة لأن الإمامة قد أودع عندها مواريث النبوة ودلائل الإمامة وهي قد سلمت ذلك لإمامنا السجاد بعد أن عاد إلى المدينة أمور أراد سيد الشهداء أن تصل إلى يد الإمام السجاد ولكن بعد أن يعود من الشام إمامنا الباقر هكذا يقول إن الحسين بن علي لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة وكان علي بن الحسين مبطونا معهم مبطونا معهم في كربلاء لا يرون إلا أنه لمابه لا يرون شيئا من خطر أو من أمر مهم في الإمام السجادي لأنه كان مريضا جدا كان مبطونا سنأتي على معنى المبطون هذه الرواية الأولى عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه والتي جاءت في الكاف الشريف موطن الشاهد هنا وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لمابه مبطونا معهم مبطونا مع الحسين وآل الحسين أو مبطونا معهم مع بني أميه حينما أخذوه أسيرا والمعنى الثاني هو الأوفق والأليق وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لمابه لا يرونه إلا مريضا إلا ضعيفا إلا هزيلا ولذلك تركه بالضبط كالمرض الذي أصاب فاطمة بنت الحسين حتى لا يسأل سائل لماذا بقيت فاطمة هنا جواسيس بني أميه لأن الإمام الحسين أظهر أنه ترك أماناته عند أم سلم فهم لا يستطيعون أن يهاجم أم سلم هذه زوجة النبي وفعلا أودع عندها بعض الأمور لكن الأمانة الحقيقية الخاصة والسرية لم يدعها الإمام الحسين عند أم سلم وإنما أودعها عند بنته فاطمة والتي أصيبت بمرض قبل الرحيل حتى يكون الأمر منطقيا ومقبولا عند الناس وبقيت مريضة وعليلة إلى أن رجع الإمام السجاد إلى المدينة وسلمته الأمانة من أبيه سيد الشهداء بعد أن سلمته الأمانة هي تخلصت من مرضها وهو تخلص من مرضه أيضا لأن الأمور جرت في المسار الذي خطط له خطط له سيد الشهداء إذن الكلام هنا وكان علي بن الحسين مبطونا فأين فأين جاء قول الإمام الباقري من أن الإمام السجاد مصاب بالذرب مثل ما يقول الخطباء ومنهم عقيل الحمداني وآخرون من أين جاءوا بهذا الكلام متى قال الإمام الباقر من أن الإمام السجاد مصاب بالذرب في أي مكان وجدوا هذا هذه الرواية الأولى الرواية الثانية جاءت في كتاب قديم من كتبنا القديمة من الكتب الأصول إنه كتاب علي بن أسباط هذه الطبعة طبعة لمجموعة من الأصول الأصول الستة عشر من الأصول الأولية هذه الطبعة طبعة دار الحديث قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثة وعشرين هجري قمري في صفحة التاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة من كتاب علي بن أسباط وهو من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم نقل رواية بهذا الرقم خمسمية واحد وستين عن إمامنا الباقر وهذه الرواية مختلة لأن الرواية كما يبدو في أصلها تتحدث عن الإمام السجادي وعن سيد الشهداء لكن شيئا سقط منها فصارت مختلة أقرأ عليكم الرواية كي تتلمس الخلل فيها فهم يأتون إلى رواية مختلة ويفسرونها بكلام حميد بن مسلم إنه جلواز من جلاوزة شمر من ذي الجوش ويقولون بعد ذلك من أن الإمام الباقر قال من أن الإمام السجاد كان مصابا بالذراب ألا لعنة الله على دينهم ألا لعنة الله على عقولهم في الرواية في الرواية كان أبي مبطونا فأين كلام الإمام الباقر من أن الإمام السجاد كان مصابا بالذراب كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيم وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يختلفون إليه وليس يختلفون معه يختلفون إليه هذا خلل في الرواية يختلفون معه أي أن اختلافا في رأي أو على مال أو على شيء قد وقع بين الإمام وبينهم يختلفون إليه يجيؤون إليه وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يختلفون إليه يتبعونه بالماء ثم تقول الرواية يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة فهل هذه الصورة منطقية من أن الإمام السجاد كان يقاتل والقوم يركضون وراءه بالماء الرواية تتحدث هنا عن سيد الشهداء ولكن الكلام سقط من الرواية بدليل تتم الرواية يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة ولقد قتلوه قتلة نها رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب لقد قتل بالسيف والسنان مراد الإمام إنها قتلة المثلة قتلة التمثيل فلقد مثلوا بجسد الحسين ولقد قتلوه قتلة نها رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب لأن النبي نها عن أن تقتل الكلاب بقتل المثلة أن تقتل وأن يمثل في جسدها في أجسادها لقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصى ولقد أوطعوه الخيل بعد ذلك إذن هناك حديث عن مقتل سيد الشهداء وحديث في أول الرواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء يتبعونه أي أنهم كانوا يتواصلون بنقل الماء إليه لماذا سيتضح الأمر بعد ذلك هذا هو الذي قاله إمامنا الباقر إذن تبين لكم كذب الوائلي وهو يقول أنا طفل صغير كأن الصور بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه هذا هذا الكلام لا وجود له الرواية هي هذه كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء لأن الإمام كان مصابا بالحمى وكانوا يبردون جسده بالماء حينما كان الماء متوفرا حينما كان الماء متوفرا فالإمام هنا يتحدث عن الوقت الذي كان فيه الماء متوفرا ولذلك سقط شيء كثير من هذه الرواية لكن موطن الشاهد واضح الإمام يقول كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمة لأنه كان مريضا كان منبسطا على فراشه وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء بشكل متواصل حينما كان الماء متوفرا هذا يعني قبل تاسوعاء وقبل عاشوراء فإن الماء قد انقطع في يوم تاسوعاء وفي يوم عاشوراء وقبلها ربما في اليوم الثامن أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما جرى في كربلة كان أبي مبطونا ويبدو أن الخلل في الرواية قديم لأن صاحب البحار في الجزء الخامس والأربعين من طبعة دار إحياء التراث العربي إنه محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة في الصفحة الحادية والتسعين إنه الحديث الثلاثون نقله عن كتاب علي بن أسباط والمعروف بنوادر علي بن أسباط نقل الرواية نفسها بخللها فهذا يعني أن الرواية تعررت لخلل منذ زمن قديم علي بن أسباط كان معاصرا لأئمتنا صلوات الله عليه المجلسي توفي سنة 1111 نحن الآن في سنة 1445 للهجرة وحتى تلميذه تلميذ المجلسي في المستدرك على البحار في عوالم العلوم وهذا عوالم العلوم إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة عوالم العلوم المجلد الخاص بسيد الشهداء صفحة 317 إنه الحديث التاسع نقل الرواية نفسها مع أنه بحث في المصادر من بعد المجلس حينما جمع هذا المستدرك فالرواية قد تعرضت لخلل منذ زمن بعيد منذ زمن قديم خلاصة الكلام في الروايتين وهما عن باقر العلوم في رواية الكافي وفي رواية النوادر لعلي بن أسباط كان الإمام السجاد مبطونا ولا يوجد شيء آخر كل الذي تحدث به هؤلاء السفلة من أصحاب العمائم الطوسيين اللعناء وما جاء في كتاب الإرشاد للمفيد من أن الإمام كان مصابا بالذرب كل هذه الأكاذيب كل أكاذيب المراجع والخطباء ليس لها من عين أو من أثر لا من قريب ولا من بعيد في ثقافة العترة الطاهرة عندنا روايتان عن باقر العلوم وفي الروايتين يقول كان أبي مبطونا وانتهى الكلام في رواية علي بن أسباط يقول من أن موالينا كانوا يتابعونه بالماء يدخلون بالماء إلى خيمته حيث كان الإمام منبسطا على فراش مرضه هذا كل الذي بأيدينا رجاء اعرضوا لنا فيديو الوائلي كي تتذكر أكاذيبه والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليها وما حصل عليها أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت الرأسه وحاول أن ينهى ضيقات مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب يحبشيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد مسخرة أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة أنتم أنتم الذين تدعون أنكم خدام الحسين مسخرة أنتم وآباؤكم مسخرة هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة وهذا ضلال مراجعكم وخطبائكم هذا ضلال الطوسيين الذي أحذركم منه أعود إلى كلام إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من أن أبي كان مبطونا ما المراد من المبطون المبطون في لغة العرب عودوا إلى معاجم اللغة هذا الكلام ما جئت به من بيت خالتي ولا من بيت عمتي معاجم اللغة موجودة متوفرة في المكتبات موجودة على الشبكة العنكبوتية المبطون له أكثر من معنى لماذا تحصرون معنى المبطون في أن الإمام كان مصابا بالذرب المعنى الأول للمبطون المبطون الذي به علة في بطنه في الجهاز الهضمي هذا معنى من المعاني وهذا المعنى يتفرع إلى فروع كثيرة أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا سألوا الأطباء أمراض الجهاز الهضمي كثيرة وكثيرة كثيرة جدا إذا قلت لكم من أنها بالعشرات فهي قليلة وإذا قلت لكم من أنها تتجاوز المئة والمئتين فهي قليلة أيضا أمراض الجهاز الهضمي كثيرة فلنقل فلنقل من أن أمراض الجهاز الهضمي تصل إلى مئة نوع من أنواع المراض أحدها الذرب يعني أن الذرب وفقا لهذا التقدير ولهذا المضمون سيكون واحدا بالمئة واحدا بالمئة مع أن أمراض الجهاز الهضمي هي أكثر من ذلك ولكن لنفترض أن أمراض الجهاز الهضمي يصل عددها إلى مئة نوع من أنواع المرض سيكون الذرب واحدا فحينما نقول من أن الإمام كان مبطونا وهو قول الإمام الباقر ولم يبين لنا لماذا نختار الذرب لماذا لا نختار مرضا آخر من مئة نوع من أنواع أمراض البطن لماذا سوء التوفيق الخذلان طيحت الحاب طيحت الصبغ سواد الوجه فقدان البصيرة بطن مملوء بالحرام أبناء حرام هذا هو السبب هذه الأسبب هذا الذي قاله إمامنا الباقر كان أبي مبطونا المعنى الأول هذا المعنى الأول هناك معاني أخرى سيأتي بيانها المعنى الأول كان أبي مبطونا به علة في بطنه في الجهاز الهضمي أمراض الجهاز الهضمي هي أكثر من مئة من أنواع الأمراض ولكن لنقف على عدد المئة لأنه عدد صحيح سيكون الذرب واحدا من المئة لماذا اخترتم هذا المثال من طيحة حظكم طيحة صبقكم هذا المعنى الأول للمبطون المعنى الثاني الذي يكون مضروبا على بطنه على ظاهر بطنه قد يكون مضروبا من قبل حيوان قد يكون مضروبا من قبل إنسان قد يكون واقعا من مكان عال فوقع على بطنه فضربت بطنه المضروب على بطنه يقال له مبطون المبطون الذي فيه علة في بطنه وعلل البطن كثيرة ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أن المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء كل الأمراض تخرج من هذا الجهاز حينما أقول كل الأمراض أتحدث عن نسبة كبيرة من الأمراض التي يصاب بها الناس دائما المعدة بيت الداء لماذا التركيز على الذرب المبطون الذي به علة في بطنه المبطون هو المضروب على بطنه ضرب من قبل حيوان من قبل إنسان وقع من مكان عال على بطنه فضربت وقع شيء على بطنه وقع شيء ثقيل على بطنه فضربت بطنه هذا يقال له المبطون الذي فتك به المرض فتكا قوية يقال له المبطون يقولون بطنه المرض فهو مبطون هذا كلام العرب ما هو كلامي الذي فتك به المرض فتكا شديد يقولون عن من أن المرض قد بطنه إذا كانت آثار المرض واضحة عليه يراها الجميع من أن المرض قد بطنه فهو مبطون بمرضه فهذا مبطون الذي تصيبه الحمى الشديدة فتكون حما في داخل بدنه وحما في خارج بدنه الحمى الشديدة الشديدة هناك حمى داخلية وهناك حمى خارجية حينما تكون الحمى داخلية وخارجية في الوقت نفسه وتكون شديدة هكذا تقول العرب من أن الرجل هذا بطنته الحمى فهو مبطون بالحمى فهو مبطون بالحمى إذن المبطون ليس منحصرا بالإصابة بمرض الذرب هؤلاء جهال أغبياء ثولان سفل أولاد حرام قولوا ما تشاء هذه اللغة وهذه الروايات وهذه كتب التعريخ فلماذا فلماذا ترسم هذه الصورة القبيحة لإمامنا السجاد حينما قلت لكم في بداية الحلقة أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن أن اتعظوا بهؤلاء استمعتم استمعتم إلى الوائل وهو يكذب ويكذب واستمعتم إلى الكوران وهو يتحدث بعقيدته الفاسدة الضال وهؤلاء ماتوا ماتوا على ضلالهم تلاحظون الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق هؤلاء الطوسيين الأنذال أعتقد أن الصورة صارت واضحة ستتضح أكثر نستمر في الحديث وإن كان وقت الحلقة قارب على الانتهاء لكنني سأستمر في حديثي كي أكمل المضمون والمعنى إذن المبطون هو المصاب بعلة في بطنه وعلل البطن كثيرة المبطون المضروب على بطنه وأسباب الضرب كثيرة المبطون الذي فتك به مرضه فتكا شديدا فتكا ذريعا فتقول العرب عنه من أن المرض بطنه بطنا فهو مبطون بمرض والذي تصيبه الحمى الداخلية والخارجية فإن هذا يكون مبطونا بالحمى قد بطنته الحمى بطنا فهو مبطون بالحمى المعنى الرابع هو الذي ينطبق على إمامنا السجاد المعنى الرابع هناك العديد من القرائن القرينة الأولى إنهم يحملون الماء إلى خيمته بنحو متتابع هذا الماء ماذا يفعل به الإمام هل يشربه هل هكذا يحمل الماء لإنسان مريض كي يشربه المريض لا يملك مزاجا كي يشرب ماء كثيرا يحملون الماء هذا يعني أن كمية كبيرة من الماء يأتون بها هكذا قال إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء إنهم يحملون الماء وبنحو متتابع فهذا الماء قطعا ليس للشرب إذن لأي شيء كما يقول الوائلي من أن الإمام كان يتغوط على نفسه وهذا لتنظيفه هذا هذا الماء لتبريد جسده قد يقول قائل ومن أين جئت بهذا أقول إنني قرأت في رواياتهم وأحاديثهم أقرأ عليكم من مكارم الأخلاق للطبرسي إنها طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة في الفصل الذي عنوانه في التفاح عن إمامنا موسى بن جعفر عن آبائه الطاهرين إن أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح التفاح لم يكن متوفرا في كربل فكانوا يأتونه بالماء كي يفاض على الإمام إن أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح وماذا أقرأ أيضا وإنني تعلمت من الكهف الشريف أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والتسعين إنه الحديث السابع والثمانون حديث فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة الحديث عن إمامنا موسى بن جعفر عن أبي إبراهيم أبو إبراهيم هو إمامنا الكاظم مضمون الكلام عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه من أنه كان إذا أصيب بالحمة فماذا يصنع أنه كان إذا وعك أصيب بالحمة أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما المراد من الثوب إما هو الثوب المخيط وإما هو قطعة من القماش أيضا يقال لها الثوب ولا فارق في ذلك إنها عملية تخفيف الحرارة من جسم الإنسان بالقماش المنقع بالماء البارد ما تسمى بالكمادات في زماننا أنه كان إذا وعك الباقر صلوات الله عليه استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة إنهم أهل بيت لا يتداون من الحمى إلا بالماء البارد هذه كلماتهم رواياتهم أحاديثهم هذه ثقافتهم قارنوا بين هذا الأسلوب في فهم الروايات وبينما قدمته لكم حوزة الحمير هما منطقان منطق الأمير ومنطق الحمير فاحكموا احكموا احكموا على منطقي هذا هذا منطق الحمير أم منطق الأمير واحكموا على منطق أولئك أتحدث عن الطوسيين منطقهم منطق الأمير أم منطق الحمير ماذا تقولون أنتم كان أبي مبطونا أحد معاني المبطون أنه مبطون بالحمى حينما تكون الحمى شديدة الذربوا لم يرد في رواياته وأحاديث أهل البيت الذي حدثتنا عنه الروايات من أن أصحاب الإمام الحسين كانوا يحملون الماء إلى خيمة السجاد لماذا؟ لأن أهل البيت لا يتداون من الحمى إلا بالماء البارد وجئتكم بالأمثلة والروايات الواضحة من كتبنا القديمة الأصلية وفوق كل هذا فإن مرض الإمام السجادي يراد منه أن يشعر به أعداؤه حتى لا يقتل الإمام فحينما تكون حرارة جسده مرتفعة جدا فإذا أرادوا الاقتراب من لضربه أو لقتله سيقتربون من جسده يجدونه طريحا على الأرض فحينما يمسونه بأيديهم وإذا بحرارة مرتفعة جدا وعاشراء وقعت في الصيف عاشراء وقعت في القيض في أشد أيام الحر فالإمام يمتد على الأرض ودرجة حرارته عالية جدا وفي وقت القيض في وقت الحر في شدة الصيف سيشعرون بمرضه مع قضية إعجازية أخرى كانوا يرونه غلاما كانوا يرونه غلاما فمرض الحمى هو المرض الأكثر وضوحا بحيث يستطيع قتلة الحسين إذا مقتربوا من الإمام السجاد لأسره لقتله لضربه سيشعرون بحرارة جسده العالية لو كان الإمام يعاني من ألم في بطنه فكيف يشعرون بذلك قد يقولون إنه متمرض لكن مرض الحمى يستطيعون أن يشخصوه من أول لحظة ماء يضع أيديهم على بدنه فتكون الحرارة عالية جدا إنه مبطون بالحمى حينما انقطع الماء فلم يكن هناك من ماء لتبريد جسده وهذا سيجعل الحرارة عالية وعالية جدا خصوصا إذا كنا نعتقد بأن المرض إعجازي هذا المرض لأجل حماية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أذهبوا إلى فاصل صار واضحا لديكم أن مرض الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الحمى الحمى الشديدة الشديدة جدا فكان الإمام مبطونا بالحمى قرأت عليكم الأحاديث الشريفة عن إمامنا الباقر كان أبي مبطونا ولا يوجد شيء آخر وبينت لكم معاني المبطون في اللغة المعنى الأنسب مع القرائن والتفاصيل الأخرى المعنى الأنسب للمبطون هو المبطون بالحمى لا أريد أن أعيد ما ذكرته لكم قبل قليل لكن نقطة مهمة لا بد أن أشير إليها إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والسلامة من الخطبة السابعة والثمانين أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته هذا أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال يبلى 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 بعد الموت أو يبلى قبل الموت يبلى بمرض إما أنه يبلى بمرض أو يبلى بآثار ما بعد الموت خلاصة الكلام شؤونهم ليس بما يظهر للناس وإنما شؤونهم في عالم الحقيقة شؤونهم في عالم الحقيقة تختلف عن شؤوننا كقرآنهم ألا يقول صادق صلوات الله عليه إن القرآن نزل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء لا نستطيع أن نتصورها لا نستطيع أن نتصورها ونحن نتحدث هنا عن الكتاب الصامت فما قولكم بالكتاب الناطق الذي هو الإمام المعصوم نفسه فشؤونهم إذا كنا نتحدث عنها في عالم الحقيقة تختلف عن شؤوننا وإن كان يتراء لنا ما يتراء من أن شؤونهم كشؤوننا هذا هو الذي يقوله أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت قد نراه ميتا لكنه ليس بميت في موازين الحقائق في موازين الظواهر إنه ميت لكن أمرهم لا ينتهي عند الظواهر ولذا نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم هناك علانية هذه هي التي نراها مرض الإمام السجاد بالحمة علانية يراها العدو والصديق الحمى في السجاد علانية كي يراها الأعداء لحمايته صلوات الله أعلى أما حقيقة الحال فذلك شأن من شؤونهم التي لا ندركها إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون الويل لكم يا أيها الطهسيون الويل لكم على جهلكم وجهالتكم على تفاهتكم الويل للشيعة الذين يتبعونكم ويصدقونكم الويل لكم الويل لكم فلا تقول بما لا تعرفون يا حمير فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون هذه حقائق الدين هذه ثقافة علي أمير المؤمنين لكن القوم نقضوا بيعة الغدير أنا لهم وهذا التوفيق أنا لهم أن يدركوا حقائق الدين وهم لا بصيرة عندهم ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في السياق نفسه إنه يموت منا وليس بميت سلام على محمد وآل محمد صلوات على محمد وآل محمد إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي ناء زيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي الصحيح هكذا نقول لهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين ذكركم يختلف عن ذكر غيركم ذكر غيركم منقطعون أما ذكركم فهو ذكر الله من ذكركم فقد ذكر الله أنتم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرآنهم الذكر الأكبر الذي تحدث القرآن عنه محمد وآل محمد علي وآل علي فاطمة وآل فاطمة هذا هو الذكر الأكبر بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين ذكركم لا يشابه ذكر غيركم ذكر غيركم منقطعون مندثرون إنه ذكر أبتر لا قيمة له ذكركم هو الباقي ذكركم هو الخالد ذكركم هو القائم ذكركم هو الذكر الذي لا ينقطع ولا يندثر ولا يبلغ بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء أسماءكم مميزة أسماءكم ليست كسائر الأسماء أسماءكم لها شفاعة في يوم القيامة وفي الدنيا لا تمس إلا بطهارة لا تمس إلا بطهارة الذي لا يكون متطهرا لا يستطيع أن يلامس أسماءهم إن أسماءهم لها خصائصها بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد أجسادكم تختلف عن أجساد غيركم وأرواحكم في الأرواح أرواحكم مميزة وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور قبوركم أيضا تختلف ما هي بقبور قبوركم معارج إلى الله قبوركم قبوركم هي المعارج إلى الله معارج الملائكة ومعارج القلوب إلى الله قبوركم في القبور قبور النفس قبور أما قبوركم فهي جنة وهي معراج فما أحلى أسماءكم سادتي فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم الخطر المنزلة والقيمة العالية وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور صلوات الله عليكم هذا هو كلامكم كلامكم نور من تمسك به فإنه لا يحتاج إلى نور غيره لا يحتاج إلى قذارات السقيفة بهن ساعده لا يحتاج إلى قذارات علم القنادر علم الرجال لا يحتاج إلى قذارات علم الكلام وعلم أصول الفقه كلامكم نور نور دال على نفسه بنفسه النور يضيء نفسه ويضيء غيره كلامكم نور هذه حقائق دينكم وأنا أطبق عمليا ما أقول هذه برامجي وهذه أحاديثي إنها من كلامهم لا أستعين بقذارات السقيفة بني ساعد ولا أستعين بخراء سقيفة بني طوسي إنه كلامهم ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه الكلمات تأتي متناغمة مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قرأته عليكم من نهج البلاغة الشريف بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم سادتي صلوات الله عليكم ورحمة الله وبركاته وماذا نقرأه أيضا وماذا نقرأه أيضا في كلامهم النور إنني أقرأ عليكم من زيارة الندبة والتي قد تعرف بزيارة آل ياسين غير المشهورة من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والتسعين من زيارة الندبة وهي من توقيعات الناحية المقدسة هكذا نخاطب إمام زماننا وهذا الخطاب ينطبق عليهم جميعا بحسب قاعدتنا العقائدية ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم إنه المثال الواضح الذي جاء في حديث المعرفة بالنورانية عن سيد الأوصياء من أن أولهم محمد ومن أن أوسطهم محمد ومن أن آخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله عليه السلام عليك يا محفوظا بالله الذي يحفظ بالله لا تتطرق إليه الأمراض إنما هي معجزة معجزة هذه لأجل المحافظة على إمامنا السجاد وهذه شؤون أئمتنا السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته فمن أين يأتيه المراض السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره هذا هو الذي قصدته من أن الذي يجري عليهم في ظواهر الأمور شيء لكننا إذا أردنا أن نذهب في أغوار الحقائق فإنه سيكون شيئا آخر السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره وتقول الزيارة أيضا السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه فهل يؤثر المرض على مرأة أو مسمع على شيء من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما هو لباس خارجي عارض لحكمة تقتضيها أمور الحياة والظروف الموضوعية في عالمنا الترابي هذا حقائق العترة شيء ونحن شيء آخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبهذا ينتهي كلامي مع أن بعض المطالب طويت عنها كشحا لأن وقت الحلقة صار طويلا إذن تم الكلام في مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء في قسمين القسم الأول بحسب منهج حوزة الحمير إنها حوزة النجف وكربلاء إنها الحوزة الطوسية اللعينة القذرة أما القسم الثاني فبحسب منهج العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها اعتبروا وتعظوا يا أبناء وبنهتي لا تعبأوا بالكبار اغسلوا أيديكم من الكبار اتعظوا واعتبروا بهذه الحقائق وقارنوا بين المنطقين بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق حوزة الحمير مثل ما قلت لكم هناك منطقان منطق الأمير وهو منطق العترة الطاهرة ومنطق الحمير وهو منطق حوزة الحمير إنها حوزة النجفي وكربلاء نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم دعا جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر